قضية بتحياتي وهلة وسهلة فيكم متل مملاحظين بالفترة الاخيرة كان عدد الفيديوهات قليل ما سجلت كتير وزلك لعدد اسباب طبعا اهمي الاسباب ظروف خارج المنزل او داخل المنزل انشغال بالتأكيد سواء بشغل لا اه شخصي او بشغل زبائن وعملاء ولكن هذا الشي ما بيعني ان انا انقطعت عن التدريس بشكل كامل انا كنت بالتأكيد عم بعطي دورات خاصة سواء كانت مجانية او مدفوعة بمبالغ رمزية هون بالمانيا بالمنطقة او بمناطق تاني. طيب تسجيلي لهذا الفيديو هو اولا لاحظت لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان اعاد اخذ الله علينا باليمن والخير والبركات. تانيا شكرا جدا لكم عدد مشتركي القناة وصل لميتين الف كان هذا الفيديو يفترض انه يكون منشور عند الميتين الف ولكن حاليا احنا بميتين وستة الاف شكرا لكم بالتأكيد من عدة شهور انا سجلت فيديو عن المية الف وحاليا عم نسجل عن الميتين الف ميتين وخمسة الاف او ستة الاف فهذا رقم جيد جدا ارتفاع ما بنعرف منوصل للمليون خلال عشر سنوات ان شاء الله كل شي حكيت له هلأ هو عبارة عن مقدمة عبارة عن ترحيب ولكن الموضوع الرئيسي لهذا الفيديو هو جرعة امل جرعة تفاؤل ليش هذا الكلام لانه متل مملاحظين بالفترة الاخيرة طبعا بالفترة الاخيرة بالسنوات الاخيرة ولكن بالفترة الاخيرة كان في توالي للأحداث السيئة توالي للأحداث المحبطة يلي عم بتصير حول العالم وفي كتير ناس عم تحبط من هذه الامور وعم تتخلى حتى سواء عن تتخلى عن حياته او عن احلامه او عن هذه الامور طيب لحتى نفهم هذا الموضوع لحتى ناخد جرعة تفاؤل بالحياة بحيث انه يقدر الواحد ليس فقط انه يعيش وانما ايضا يتقدم بالحياة لازم يفهم الفلسفة الكامنة وراء هذه الامور اللي عم بتصير القاعدة الرئيسية اللي بدي اقلكن ياها بادي الفيديو واللي سيتمحور كامل الحديث حول هذه القاعدة هي لا يغيروا الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هذه القاعدة مهمة جدا بالحياة ولكن انتبهوا لازم نفهم هي القاعدة بشكل جيد شو يعني هذا الكلام هل يعني انه نحن اه الشعب السوري او الشعب المصري لازم نقوم ونتغير ونعمل ثورة تأكيد ليس هذا المقصود ولكن المقصود هو انك تغير ما بنفسك انت كيف بغير ما بنفسيا ترى يفترض انك انت شخصيا لما بتشوف هذه الاحداث اللي عم بتصير من حولك انك تكون حيادي ايجابي ليس حيادي سلبي الحيادي السلبي هو شخص يلي بيقعد بالبيت بيطفي التلفزيون او الكمبيوتر والانترنت وبيقول انا ما لعلاقة باللي عم بيصير بالحياة ولكن الحيادي الايجابي هو الشخص يلي اكيد بيتابع الاخبار اكيد بيتابع الانترنت بيتابع التلفزيون ولكن ما بيخلي هاي الامور تأثر عليه شخصيا على عمله اليومي او على حياته اليومية انا كتير بتوصلني رسائل عن هاد الموضوع بتوصني الرسائل انه اه كيف شايف المستقبل هل مسلا مستقبل سواء الجرافيك ديزاين او مستقبل المهن او مستقبل حتى الشباب الموجودين بالمانيا او مسلا اللي اللي موجودين بمصر وبدو يسافر لاوروبا لاحظوا في حالة احباط عالمية موجودة طيب نحن كيف نتصرف بهاي حالة الاحباط تتصرف على البناء الشخصي لنفسك انت غير مسؤول عن بناء العالم انت غير مسؤول عن بناء بلدك انت مسؤول عن انك تبني نفسك ولما بتبني نفسك انت شخصيا هاد الشيء بيعني انك انت عم تقوم بالجزء يلي لازم تقوم عليه بهذا العالم بالتأكيد على الاقل مرة او مرتين او ثلاثة انت دخلت بنقاشات على الفيسبوك او اليوتيوب هذه النقاشات الفارغة يلي ما بتعمل اي شيء ما بتغير اي شيء بالحياة هي مجرد كلام الشخص الوحيد اللي عم يستفيد من هذه النقاشات هو ابنة مارك زكربيرك يلي بالتأكيد هي اللي عم تاخد فلوس عم تاخد مصاري بحيث انه تبني مستقبلها وتبني جامعة وتبني حياتها اما انت تأكد انك انت ما عم تستفيد شيء من هذه النقاشات ومن هذا الكلام النقاش الوحيد اللي بتستفيد منه هو النقاش اللي بيفيدك شخصيا يلي انت بتدخل بنقاش مع شخص نشخاص سواء علمي سواء عن التصميم او سواء عن كيف انت بتحصل فلوس او كيف بتحصل ثقافي اكثر هاي النقاشات الوحيدة يلي بتفيدك اما هذه النقاشات اللي كلنا بنعرف شو هي نقاشات دينية او نقاشات سياسية اللي دائما نحن بنختلف عليها ودائما نحن بنلاحظ انه في مشاكل فعلا بهذا الموضوع هذه النقاشات كلها هي مجرد اضاء على الوقت الخمس دقائق اللي عم تصرفها على هذا الامر على هذه الكتابة وهذا الموضوع انت اجدر فيها انت اجدر بهذه الدقائق الخمس انت اجدر به الساعة التي تصرفها على مسلسل على الانترنت انت اجدر بالفيلم يلي عم بتشوفه او اي شيء عم بتضوع في وقتك طيب يا ترى هلا انا كل الوقت ما بقدر شوف مسلسل او بقدر شوف فيلم او على الاقل العب لعبة اكيد بتقدر اكيد هذه جزء من اجزاء الحياة ولكن اتأكد تماما انك عندما تقوم بهذا الامر هذه الساعة اللي عم تصرفها انت على المسلسل او على لعبة اتأكد انه في شيء يسير بشكل جانبي شو يعني هذا الكلام سواء فيه كومبيوتر قاعد عم تشتغل عليه فيه ريندرينج فرضا عم يصير عم تعمل انت ريندر لمشروع بروجيك 3D او انت عندك قناة يوتيوب عم بتحصل منها مصاري او على الاقل انت عندك شغل عندك زبون عندك شيء عم يصير اثناء هذا الموضوع لا تهندر هذا الوقت وما عم بيصير شيء يعني ببساطة لو انت بدك تلعب بالعاب الكمبيوتر مثلا اتأكد انك اثناء لعب هذه اللعبة انت عم تعمل شيء على الكمبيوتر او مثلا في حد عم يغسل سيارتك او حد عم يعمل اي شيء اتأكد انه في دائما عملية عم تحصل في بروسس عم بتصير اثناء العمل هذا الكلام مهم جدا لانه الدقائق محسوبة عليك الساعات محسوبة عليك طيب شو يعني محسوبة عليك هل يعني يا ترى في مدير فوق رأسك عم يحسوب عليك عم يقول لك اشتغل وعمل وهات اكيد لا المدير هو انت المدير الشخصي هو انت طبعا المشكلة حاليا بهادا الفيديو هو مع وجود هذه السماعة مظهر كدعاة التنمية البشرية او اسادي التنمية البشرية هذه السماعة هي فقط لدروس اللي كنت عم مععطيها خارجا ولكن ما عم بعطيك درس تنمية بشرية انا عم بعطيك حاليا جرعي التفاؤل انه كيف تتخلص من العوامل الشريرة الموجودة خارجا بتتخلص من هذه العوامل الشريرة بحيث انك انت ما تخليها تأثر عليك في تعديلات دستورية عم بتصير بمصر انت ما لك علاقة بهذا الموضوع انت لك علاقة واحدة تعمل مثل ما عامل محمد صلاح تروح وانت تبني نفسك شخصيا انت تصير لعب كرة قدم مشهور انت شخصيا وبعدين بتصير فخر لبلدك انت مو مهمتك ابدا انك انت تعارض التعديلات الدستورية او تلغية انت بامكانك تعارضها ولكن لا تلغية هذه ليست مهمتك في احزاب في سياسة عم تحصل هذه مهمتها تعمل هذا الشيء بنفس الوقت وبنفس الفكرة انت ليست مهمتك انك تخوض بنقاش ديني على الانترنت لا انت ولا الشخص الثاني لح تقتنعه من بعض ولا لح تستفيده ونحن شهدنا هذا دائما على الانترنت دائما الشخصين اللي بكتبوا التعليقات ما في واحد منهم بيقتنع كل واحد فقط بده يظهر وجهة نظره على الاخر بتكون انت ضوعت وقتك وشخص الثاني ضوع وقته والامور لا زالت كما هي انت لم تحدث تغير قاعدتي الرئيسية لكم اشغل نفسك بنفسك ليس لك علاقة بالاخرين انت ليست مهمتك انك تقضي على الشواف بالعالم انت ليست مهمتك ان تقضي على الملحدين ليست مهمتك انك تصلح السياسة وتنشر الديمقراطية هذا ليس الامر هذا ليس لك يكون لك في حالة واحدة فقط عندما تكون في المكان الذي يتيح لك التغيير شو يعني هونزر الكلام يعني انت بدك تقوم بمعارضة التعديلات الدستورية ادرس محامات وصير محامي وادخل بمجلس الشعب وبعدين عارض التعديلات الدستورية لو انت بدك تنقذ اطفال العالم بامكانك بالتأكيد تدرس شيء معين ما بعرف شو هو بامكانك انك تصبح باحد منظمات اللاجئين او منظمات اليونسيف وانك ترعى الاطفال حول العالم ولكن لا تقوم بمناصرة قضية او الدفاع عن شيء لوحدك هذه ليست مهمتك لوحدك لانه بعرف هلا في ناس كتير ممكن يحكوا لي انه ده نحن لازم ندافع ونحن لازم نعمل هذا الشيء بتعمله لما بتبني نفسك لما بتنتهي من بناء نفسك وبتكون انت شخصية قادرة على التأثير قادرة في ناس تستمع اليك لما هاي الناس بتستمع اليك وبتكون كلمتك مؤثرة حاليا اثرة ولكن لما بتكون انت فقط الشخص يلي عم يسمعك هو يلي عم يقرأ تعليقك على الفيسبوك او على اليوتيوب فهذه اضاعة للوقت وكلنا بنعرف انه هذا اضاعة للوقت بدليل انك التعليق اللي كتبته بسنة 2016 حاليا ما حدا بيعرفه بدليل انك الصورة اللي نشرتها بسنة 2017 ما حدا بيعرفها وما حدا شافها وكلامك كله ذهب انت فقط اضعت الوقت على نفسك هذا الوقت كان الاجدى انك انت تستفيد منه لذلك ما راح شيء دائما ان احنا عنا تفاؤل دائما ان احنا عنا نظرة للمستقبل ما صر اي شيء نحنا بنبدأ من هذه اللحظة بدنا نبني حياتنا الشخصية كل واحد يبني حياته الشخصية كل واحد يطور من نفسه ويغير من نفسه وليس لك علاقة بالعالم الاخر هذا اسمه الحيادي الايجابي انك انت تقف على الحياد من جميع الاحداث التي تحصل وتكون ايجابي لنفسك طبعا بالتأكيد تعريف الحيادي الايجابي ليس هكذا ولكن عم قدم لكم هذا التعريف بحيث انه تكون انت تستفيد منه طيب كيف تطور من نفسه لاحظوا كلمة نفسي هذه النفس تقسم الى قسمين الجزء البشري والجزء الانساني شو يعني هذا الكلام الانسان يقسم الى جزئين بداخله دائما فيه جزئين جزء بشر وجزء انسان لاحظوا في عنا نحن شيء اسمه كلية الطب البشري وكلية العلوم الانساني كلية الطب البشري تتعامل معك كشخص غرائزي بالغرائز بالاعباء الداخلية او انت غرائزك الاكل النوم الشرب الجنس هذه الامور انت بتفعلها بشكل غرائزي بشكل معتاد كما تفعلها الحيوانات الاخرى نشترك فيها مع الحيوانات الاخرى اما جزء الانساني لاحظوا فيه شيء اسمه كلية العلوم الانسانية اللي بتحكي عن التاريخ الجغرافيا الفلسفة السياسة هذه الامور اللي بتعامل مع الانسان كفكر كمفاهيم طيب نرجع لحديثنا اذا التطوير يحدث بالنفس عن جزءين الجزء الاول هو البشر يعني كيف يعني انت بتدور من جسمك من بناء جسمك من الاكل اللي اللي عم تاكله بتاكل اكل جيد تجلس جلسة جيدة تلعب رياضة تخرج تعمل هذه الامور الانشطة الترفيهية هذا اسمه بناء الجسد البناء البشري نحن بالنهاية كائنات بشرية كائنات موجودة بهذا العالم اذا نحن بحاجة لاكسجين نحن بحاجة للطعام والشرب بالقدر ما انت عم تحصل على هذه الامور بشكل صحي ما عم قول صحي انك تاكل من منتجات الارض عم بحكي انا بشكل طبيعي انك انت يكون في عندك دورة حياتية صحيحة دورة بشرية بجسمك صحيح الجزء النفسي يلي هو التطوير الدماغ تطوير الدماغ موضوع جدا معقد ليس سهل يعني من البساطة بشكل انك انت تلاحظ ارقام موجودة على الارض كاشكال ولكن انك تفهم انه الشكل هاد هو رقم واحد وهذا يعبر عن اي واحد كاميرا واحدة ضوء واحد لوح واحد هذا مفاهيم كلها غير موجودة دماغ معقد جدا وتطويره ليس موضوع سهل ابدا انت بحاجة لتدريب طويل لحتى تطور دماغك ولكن نحن بنبدأ خطوة خطوة دايما انا بشوف ناس عم بتقول فرضا انا ما عم بقدر اتعلم اللغة الالمانية او انا ما عم بقدر اتعلم التصميم ما عم بقدر اتعلم اندزاين او فوترشوب الدماغ البشري لا يعمل بيضي الطريقة حالات نادرة جدا بالتاريخ يلي طفل انوجد بيعزف بيانو موزارت مسلا بيقولوا انه الف سيمفونية لما كان عمره اربع سنوات ما كتير انا باخد بهذا الكلام ولكن يقال كذلك هذه حالات نادرة جدا بالتاريخ اما بقية البشر العاديين الموضوع بحاجة لتدريب موضوع بحاجة لوقت لحتى انت تتعلم تعزف على بيانو او لحتى تقدر تشتغل على برنامج الموضوع ما بيصير بين يوم وليل الموضوع ما بيصير انك انت تفتح فيديو لنور حمصي على اليوتيوب وتشوف ساعة مع ادوبي بريمير وبعدها مباشرة تشتغل بهوليود هذا الموضوع كلنا بنعرف انه لا يحصل كيف بيحصل هذا نرجع لبداية الفيديو لما كنت عم احكي انه استغلالك للدقائق الخمسة من حياتك مهمة جدا يعني انت بعد ما شاهدت فيديو مدته ساعة لأدوبي بريمير مع نور حمصي حاليا شو بعمل انا حاليا مجرب شيء بدي اشتغل اي شيء انا عم بعمله طيب فيه شيء ما اعرف تعمله بروح ببحث عنه بالانترنت ممكن اني لاقي فيديو مدته خمس دقائق او عشو دقائق بشوفه بسجل معلومات ولاحظوا هون حتى ما طول عليكم كتير هذه الامور كلها بتحتاج لوقت فانت وقتك جدا ثمين انت وقتك لك فقط لك لا تستغل هذا الوقت لغيرك في ناس كتير ما لح تحب هاي المعلومات بالفيديو في ناس كتير ما لح تشوف هذي معلومات جيدة اضاعة وقت ولكن انا بتأكد تماما انه في ناس كتير لح تشوف هذي المعلومات كمعلومات هامة جدا اتأكد انك انت تبني حياتك الشخصية لا تستمع لكلام الاخرين ليس اللي عم يحطك انا مو هذا كلامي انا عم بحكي عن الاخبار يلي عم نشوفها على الانترنت الامور يلي عم نشوفها دائما احداث نيو زيلندا او تفجيرات اندونيسيا او تايلاند او هذي الامور لاحظوا هاذ موضوع عم يشغل البشرية عم يشغلك انت شخصيا بينما اصحاب رؤوس الاموال يبنون ثرواتهم لاحظوا بينما انت عم تكتب تعليقات على الفيسبوك عم تتعارك فيها مع الشيعي او السني او المسيحي او في شخص اسمه مارك تيكربيرغ عم يبني ثروة بمقدار مية وخمسين مليار دولار اللي مو قادر يتخيل هذا المبلغ هذا مبلغ مخيف جدا هذا مبلغ جدا كبير في دول قادرة تنهض بميزانياتها وتنهض بشعبها بعشرة مليار دولار فقط فتخيلوا هذا شخص واحد يملك ثروة مية وخمسين مليار يعني هذا شخص قادر انه يمتلك دولة كاملة الشخص الوحيد المستفيد من تعليقاتك الشخص الوحيد المستفيد من هذا الوقت هو هذا الشخص فقط طبعا نحنا شو منعمل بهذا الموضوع هل انا بترك الفيسبوك لا هذا اللي عم نحكي كون حيادي ايجابي استخدم الفيسبوك لمصلحة ولازم تعرفوا انه هذه المواقع تبني ثرواتها على الشيء اللي عم يحصل لا استغراب انه تكون هذه المواقع احدى المؤثرات بهذه الاحداث العالمية شو يعني هذا الكلام يعني انت لما بتحصل بتسمع باخبار نيوت سيلاندا اللي عم بتصير فانت اول شيء لحتعمله انك لحتتجه لجوجل لحتى تبحث عن الموضوع لحتروح على اليوتيوب لحتى تشوف فيديو لحتى تفوت على الفيسبوك لحتى تقرأ الاعلانات هذه الامور كلها تحصل المال للشخص يعني انت قبل ما تشوف فيديو عن نيوت سيلاندا او قبل ما تشوف انت فيديو عن تفجيرات في كندا او في مكان معين في اعلان عم يظهر هذا الاعلان ادارة اليوتيوب غير مهتمة ابدا انت شو هم تشوف ما بيهمها ابدا انت تشوف شو ما تشوف المهم بالنسبة الي هي الخمس ثواني الاولى من كل فيديو هذا المهم اما بعدين اذا اولادك شاهدوا تفاها او سخافة ولاحظوا هذا الشيء موجود اذا شافوا تفاها او سخافة على اليوتيوب بعد الشيء ما بيهمني لاحظوا هذا فكر الشركات الاميركية البراجماتية يلي ما بيعرف شو يعني البراجماتية. البراجماتية هي يلي نحن منقولة المهمة النتيجة. يعني عطيني النتيجة. فده ما بيكون عندك نتيجة صحيحة ما بيهمني الوسيلة. الغاية وبرر الوسيلة. ما بيهمني الوسيلة او الطريقة. انا كشركة يوتيوب لما بحصل انا ملايين باليوم الواحد ما بيهمني ابدا الاطفال شو عم يشوفوا. ما بيهمني الكبار حتى شو عم يشوفوا. بالعكس افضل بكتير اذا الناس بتنزلوا بتعلق بتعليقات وبتتخانق وتتعالق مع بعضها. لانه هاد الشيء بياني انك انت لما شخص لحيكتب لك تعليق سيء بدك ترد عليه. اذا انت دخلت مرة تانية على اليوتيوب. لاحظوا الموضوع كيف عم يصير. هاد الموضوع ما في مشكلة. عمال لي بدك ياه. ولكن بنفس الوقت اللي انت عم تكتب هذا الكومنت هذا التعليق تأكد انه في شيء تاني عم يصير بحياتك. في جانب على الاقل شيء واحد عم يصير بحياتك. طيب حتى انهي تماما الفيديو. مرة جديدة كل عام انتم بخير بمناسبة رمضان وشكرا جدا لكم لآآ رقم المشتركين الكبير. بتمنى ما يكون هذا الفيديو شديد عليكم. يكون هذا الفيديو في فائدة جدا لكم بالنهاية. انا حاليا لح اغلق الكاميرا وعود لعملي. وتابع حياتي بشكل طبيعي. ولكن انا جدا بحزن على اشخاص عم يشعروا بالاحباط. هذا الاحباط بسبب طبعا عدم القراءة. بسبب عدم الثقافة الكبيرة. بسبب عدم وجود فلسفة للحياة. هذه الفلسفة هي اللي بتخليك تفهم الاحداث اللي عم بتصير. تفهم كيف عم يصير هذا الكون. هذا الكون عم يصير بشكل البراجماتي. البراجماتية مرة تانية بقول الغاية تبرر الوسيلة. وتقريبا من بعد الحرب العالمية التانية. كل الحياة تحولت لشكل براجماتي. وتحديدا تماما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. هم بحكيكم كلام واقعي جدا كلام حقيقي. ممكن انه تسمعوا. الحياة تمشي بشكل براجماتي. لذلك انت شخصيا كون براجماتي. انا اريد ان احقق نتيجة في هذه الحياة. هاي جرعة التفاؤل اللي انا بعطيكم ياها. اشتغل لنفسك. اشتغل لحياتك انت فقط. لا تهتم بالاخرين. اذا شخص بده يقامن بآلهة تانية. هذا ليس شأنك. اذا شخص بده آآ يعمل اي شيء بده يكون شاذ. هذا ليس شأنك بالموضوع. سيكون شأنك فقط بعد ان تنتهي من بناء نفسك. بعد انك انت تكون شخص عندك عائلة مرتاحة. انت شخص سعيد في هذه الحياة. انت في ناس تسمع. لان لما الناس ما بتستمع لكلامك فكلامك هو مجرد اضاعة وقت. معلومة اخيرة فقط بدي احكيها. ممكن تلاحظوا هاي النوعية من الفيديوهات. ستتكرر بشكل فقط في شهر رمضان. في عدة مواضيع عدة نقاط. انا مضطر احكي عنها. هي للفائدة العامة للجميع. شوي بدي اخرج عن موضوع الديزاين. احنا اخد فقط رياحها بشهر رمضان. ان شاء الله. بحيث انه فقط تستمعوا لبعض الافكار الفلسفية اللي ممكن انها تساعدك. بحيث انه نتخلص من جميع العناصر السلبية بهاي الحياة. ونشتغل على نفسنا نكون نحن قادرين على بناء مستقبل افضل لنا. كالعامة بخير مرتاني. شكرا لكم للمتابعة. لا تنسوا اشتراك بالقناة. تشارك الفيديو. هذا كل شي لليوم.